بخصوص موضوع التعليم بخصوص موضوع التعليم الحكومة منذ البداية عبرت عن يعني نيتها في بناء نقاش وحوار مسؤول وجدي مع النقابات وهذا النقاش انطلق وانطلق مع أجل محدد قلنا يوم 15 يناير سنكون وصلنا إلى معالجة مختلف النقط المطروحة حكومة خدت إجراء الأول هو جميد هذا النظام الأساسي بعد ذلك كانت جلسات مع الفرقاء اللي الهدف منها هو دراسة بعض القضايا والملفات اللي كانت تعالقها هذه سنوات واللي مرتبطة في غالبيتها بنقط عندها علاقة بما هو يعني ترقيات وتعويضات إلى غيرها تم التوصل إلى اتفاق النقاش ما زال مستمرا لكي ندرس هذه التخوفات لمرتبطة بالعملية الأخرى المرتبطة بجويدي النظام الأساسي لكي هذه الملف هذا بشكل سريع وعاجل يعني نكونوا انتهينا منه وكي إن شاء الله الموسم الدراسي يمشي في ظروف طبيعية وفي ظروف عادية والحكومة لا تستهدفوا من هذا النقاش كله إلا غاية وحيدة هي إصلاح المنظومة تعليمية هي الاعتبار للمدرسة العمومية والمدرس وهي طبعا الجودة دي للتعليم لأبنائنا شكرا لكم شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك